السلام عليكم ورحمة الله اليوم درس اجتماعيات للصف السادس الابتدائي هنأخذ أسئلة الوحدة الأولى صفحة 96 و 97 و 98 ثلاث صفحات أسئلة الوحدة الأولى السؤال الأول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الغير الصحيحة فيما يأتي أولا تنتشر الهضاف في الأقسام الشمالية والشمالية الشرقية من العراق خطأ في الأقسام الغربية والجنوبية الغربية أثنين تقع محافظة تهوك في أقسى جنوب وطن العراق خطأ في الشمال ليس بالجنوب ثلاث يعد مناخ محافظة أربيل جزء من المناخ الصحراوي خطأ مناخ البحر المتوسط أربعة يعد رافض الخأبور أول الروافض المغذية لنهر دجلة صح خمسة تل أسمر هو أحد المعالم الحضارية لمحافظة ديالة صح ستة بنية الأنبار في عهد الملك نبوخذ نصر خطأ بعد متحة باشا سبعة جسر العباسي هو أحد الأماكن الأثرية في محافظة ميسان خطأ محافظة دهوك ثمانية يرتبط اسم محافظة صلاح الدين بالقائد صلاح الدين الأيوبي صح تسعة تعد الجنائن المعلقة أحدى عجائب الدنيا السبعة صح عشرة تعد تضاريس محافظة بابل جزءا من منطقة الهضب الغربية خطأ بالسهل الرسوبي الداعش بنى الحجاج بن يوسف الثقة في محافظة وسط عام تسعين هجرية خطأ عام اثنين وسبعين أطنع اشتقع محافظة الديوانية في جزء الجنوب الأوسط من السهل الرسوبي صح ثلاثة اشتقع محافظة النجف في القسم الشرقي من وطن العراق خطأ بالقسم الغربي أربعة عشتقع مدينة نفر أحدى المدن الأثرية في محافظة السماوة خطأ بالديوانية أخمسة عشر تعد لارسة أحد المدن التاريخية في محافظة الذقار صح ست عشر تقع محافظة ميسان في القسم الجنوب الغربي من وطن العراق خطأ بالجنوب الشرقي سبعة عشر البصرة من الولايات الإسلامية التي تقع خارج حدود الجزيرة صح سؤال الثاني املأ الفراغات الآتية بما يناسبها أولا يعد مناخ محافظة دهوك جزءا من مناخ البحر المتوسط أهم معالمها الحضارية العمادية والجسر العباسي أثنين تقسم التضاريس في محافظة أربيل على قسمين رئيسيا هما منطقة الجبال العالية ومنطقة السهول والهضاب ثلاثة من أشهر جبال محافظة السليمانية جبال قنديل وقردغ ومن أهم مصائفها سرجنار ودربندخان أربعة تقسم تضاريس محافظة نينو على ثلاثة أقسام نية جبلية والمتموجة والهضبة وأهم مدنها التاريخية آشور نينوى والحضار خمسة كانت محافظة ديالة تسمى في العهدين العباسي والعثماني بطريق خراسان تتكون تضاريس محافظة الأنبار من ثلاثة أقسام هي هضبة الجزيرة والسهل الرسوبي والهضبة الغربية ورد ذكر مدينة عنا في النصوص البابلية والآشورية وقد اشتقى اسمها من اسم الآلة أنانا السومرية ثمانية تعد محافظة بغداد عاصمة جمهورية العراق ومن أهم معالمها الحضارية المشهد الكاظيمي ورقد الإمام العظم ومواقع أخرى الجنسية اللاتين تسع أهم المدن التاريخية في محافظة بابل مدينة كيش ومدينة بورسبا عشر من المناطق السياحية في محافظة بغداد منتزه الزورة وجزيرة بغداد السياحية دعش اسم كركوك مشتق من كلمة قرقر وتعني شعلة النار الملتهبة 12 تضم محافظة واسط العديد من الحقول النفطية أهمها حقل الأحدب وحقل بدرة 13 تشمل الهضبة تشمل الهضبة الغربية بالأقسام الغربية والشمالية الغربية من محافظة النجف وتبلغ نسبته حوالي 95% من مساحة المحافظة 14 تقع محافظة المثنى في القسم الجنوب الغربي من العراق ومن أهم مدنها التاريخية الوركة 15 من أهم المدن الأثرية في محافظة الديوانية مدينة نفر ومدينة أيسن 16 من أهم المدن الأثرية في محافظة ذيقار مدينة أورو ومدينة لارسة 17 أسس مدينة البصرة القائد عتبة بن غزوان عام 14 شجرية بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 18 من أهم مشاريع السيطرة والخزن في محافظة الأنبار سد الرمادي وسد حديثة 19 معنى اسم السماو وهي الأرض المستوية التي لا حجر فيها سؤال الثالث انسب المشاريع التالية إلى الأنهار الرئيسية سد دوكون نهر دجلة الزاب الأسفل نهر دجلة درب اندخان نهر دجلة الخابور نهر دجلة نهر العظيم نهر دجلة بحيرة حمرين دجلة سد حديثة الفرات الغراف دجلة شط الدغارة دجلة سدة الكود دجلة شط الشامية الفرات شط العباسية الفرات سد العمارة دجلة سؤال الرابع عرف ما يأتي خلينا نعرف على كيف أولاً عدنا الجسر العباسي أقول له هو أحد الأماكن الأثرية في محافظة دهوك فشيدة بالحجر على نهر الخابور في قضاء زاخو ويعود من الآثار القديمة والمهمة في المحافظة ويمتاز بروعة هندسته المعمارية الزاب الكبير وهو أحد روافد نهر دجلة ويجري بين محافظتين هوك وأربيل نمرود كالح هو من أهم المدن التاريخية في محافظة نينوة وهي ثواني ثاني عاصم عاصم الآشوريين ويعد الملك الآشوري شلمانصر الأول القرن الثالث عشر قبل الميلاد مؤسسها ومن أشهر معالمها الزقورة مدينة سامراء وهي أحدى المدن في محافظة صلاح الدين سميت بأسماء عديدة منها سامراء وسومراء وسر مراء وسومر نسبة إلى الحصين سومير ثم حرفة هذا الاسم بصبغة سر مراء حتى يصبح سر مراء عدي ست حديثة هو أحد مشاريع السيطرة والخزن في محافظة الأنبار ويقع على نهر الفرات شمال مدينة حديثة وتقع خلفه بحيرة حديثة عدي بورسبا بورسبا هي من أهم المدن التاريخية في محافظة بابل وكانت لها أهمية في الديانة لأنها كانت مركزا بعبادة الآلة نابو ونشاهد في إطلال المدينة بناء شاهقا يرتفع عند مستوى سطح الأرض وهو برج المدينة والمدرد زقورتها التي كانت تزهو بألوانها وطبقاتها السبعة خان النخيلة وخان الربع وهو من أهم المواقع التاريخية في محافظة كربلاء المقدسة وسمي بخان الربع لأنه يقع تقريبا في ربع المسافة ما بين كربلاء والنجا وكان هذا مخصصا لراحة المسافرين والزائرين الذين يقصدون العتبات المقدسة فيها الخابور يعد من أول الروافد المغذية لنهر دجلة ويجري في الأقسام الوسطى في محافظة دهوك ويعد الشريان الحيوي لجميع الأنشطة في المحافظة الزاب الصغير وهو أحد روافد نهر دجلة ويمر في محافظات أربيلو كاركوك ويعد المصدر الرئيسي للأنشطة الزراعية والصناعية سدة الكوت هي أحدى مشاريع السيطرة والخزن في محافظة واسط وتقع على نهر دجلة وتعود من أهم المشاريع التي تتحكم بتوزيع المياه ما بين محافظة واسط وميسان وذيقار كما تؤمن مشاريع الرئي المقامة على نهر الغراف والدجلة ولولا هذه السدة لتحولت إلى مساحات واسعة إلى صحراء تحيط بمحافظتي واسط وذيقار ناخد صفحة 98 وصلنا سؤال الخامس تكلم عن أهم المراقب الدينية في محافظة كربلاء المقدسة هاي موجودة صفحة 69 خلنا نشوفكم إياها أنا كتبت بس اسم الصفحات تسعة وستين اياتها كنا شيريت هي الموارد المائية في محافظة الموارد المائية هنا الطبعة هي طبعا طبعا حسب الطبعة اللي ذكرناها صفحة 68 مو تسعة وستين يعني هي طبعة هاي شقيت طبعة 2021 فهذه صفحة 68 خلينا نصححها يقول لك شنية هي الموارد المائية في محافظة السليمانية هاي عندنا محافظة السليمانية لا هاي كربلاء لحظة كن خطب لهذا لا لحظة أهم المراقب الدينية في محافظة كربلاء المقدسة هذي كربلاء الموارد المائية صفحة 68 يعني الموارد المائية شي تقولون المياه السطحية والمياه الجوفية فنقول صفحة 68 مو تسعة وستين يعني نقول هنا صفحة 68 زي سؤال تمام السؤال الخانس صفحة 68 سؤال السالس عدد أهم المعالم الحضارية والدينية التي تشتهر في محافظة بغداد أدي محافظة بغداد محافظة بغداد هاي شي يريدون المعالم التاريخية نقول صفحة 52 أي صحيح صفحة 52 زي زي سؤال السابع تكلم عن محافظة كاركوك تاريخيا من أهم المعالم الحضارية فيها كاركوك بالبداية هياتها هاي كاركوك شيريد يقول تكلم تاريخيا ومن أهم المعالم هياتها هذه هذه صفحة 36 صحيحة زي سؤال السابع سؤال السابع أخذنا سؤال السالس أخذنا سؤال الثامن تكلم عن ما يأتي هنا عدنا الموارد المائية في محافظة السليمانية هذه صفحة 21 السليمانية هنا أنا كتبتها بس حبيها تتأكد شنوش يتري الموارد المائية في محافظة اي هاذي يعني صفحة 21 هاي الموارد المائية إذن الخاف يصير أنا كتبت بس خاف يصير خطأ بالصفحات أنتوا روحوا وشوفوا يترى هي حسب الطبعات الموارد المائية في محافظة صلاح الدين صفحة 21 الثروات المعدنية في محافظة 32 و 34 الموارد المائية في محافظة كربلا لحظة الثروات المعدنية في محافظة 22 صفحة 28 الموارد المائية في محافظة السليمانية 21 الثروات المعدنية في محافظة 22 الموارد المائية في محافظة كاركوك هاي ثالثا 33 و 34 رابعا التضاريس في محافظة صلاح الدين 37 و 38 خامسا الصناعة في محافظة بغداد صفحة 49 سالسا للثروات المعدنية في محافظة البصرة صفحة 94 وسالة تاسع والعاشر خريطة وتأشرون على هذن المواقع وإن شاء الله التوفيق